أهلا وسهلا بكل متابعين قناة Bitcoin Arabic معكم صديق بيطار وبهذا الفيديو سنكمل سلسلة الأساسيات اللي لازم كل شخص يعرفها ونحن نحكي اليوم عن عنصر كتير كتير مهم لموضوع التخزين العمل الرقمية إذا بتتذكروا بأول فيديو عملته بكل هذه القناة هو كان اسمه ما هي العملات الرقمية وحكيت في عدة مفاهيم أساسية من هاي المفاهيم كيف تخزن عملتك الرقمية وحكينا أنه في نوعين المتخزين الحار والبارد والحار حكينا عن طريقين اللي هن يأما محفظة منفصلة أو مواقع الـ وقلنا أن الحار هو اللي بيكون متصل بالإنترنت بينما البارد هو اللي بيكون مفصول عن الإنترنت وأنواع البارد هو فلاشة أو وراء مطبوح تطبع العمله بفيديوها تعيت هاي السلسلة تكلمت على المحافظ وحكيت 3-4 أنواع من المحافظ فالكل صار عنده فكرة عن شو المحافظة في النيوست تخدمه للعملات الموجودة مواقع التصريب كمان حكيت كيف تفتح حسابات فيها وبشكل افتراضي عندك تترك العمله على هذه الـ واليوم نحن نحكي على على رصد الفلاش المشفر أو دعني نقول الفلاش ديسك الحقيقة في اللي عم استخدمه أنا واللي هو نوع جدا جدا ممتاز اسمه Legend Nano S أوكي Legend Nano S هو من أحد أهم طرق التخزين الموجودة هلا بعالم العملات وقبل ما نفوت بالتفاصيل عنه خلينا نحكي ليش أنت بحاجة لـ فلاش ديسك شو الميزات اللي بتقدمها ولأي حال بتخدم أوكي هلا من نوع التخزين له اللي هو البارد أو المفصول عن الانترنت يعني أنك لما تخزن عملتك على هيدا الفلاش فأنت فصلتها عن الانترنت تمام ما بقى أحد يقدر يجي ويخترقها عن طريق الانترنت هي مخزنة فقط ضمن هيدا الفلاش هلا شو الميزات وليش نحن بحاجة لإلو أنت لما تخزن عملتك على اكسو تشينج أنت عندك ريسك أنك أنت إلو الإكسو تشينج بنفسه يتهكر فتنسرق العملات اللي فيه لما تخزن على محفظة لإلك أنت عندك ريسك أنه كومبيوترك يتهكر فبالتالي تنسرق عملتك بنا بس تخزن على فلاش عندك بس ريسك أنه الفلاش ينسرق بس ريسك دائما كل شي فيه دوريسك كل شي فيه ميزات وسيئات بس المهم نحن نعرف شو ميزات وسيئات ونحن نعرف شو الشي المناسب المنائم لحالة معينة من حالاتك الفلاش هو حالة ممتازة لإذا أنت بدك تخزن عملة على المدى الطويل يعني أنت شلت بيتكوين مثلا أو عندك مجموعة من العملات حابب تخزنها وتتركها مدة طويلة ما تقعد أنك أنت بدك تضل تبيعه تشتري فيه بشكل مستمر كثير فبتحطها على الفلاش والفلاش بتحطه بمحل آمن وبالتالي بتكون أنت أول شي أمنت أنه تم حفظه بمكان مخصص لحفظ الملال الرقمية هلأ شو ميزت الفلاش؟ الفلاش ميزته أنه بيحتفظ بالبرايفت كي بيقلبه والبرايفت كي بيقلبه على شكل هاردوير فالبرايفت كي ما بيطلع برا الفلاش ديسك أبدا فبالتالي ما ممكن سرقتها عن طريق السوفت وير ما ممكن سرقت المعلومات اللي بقلبها عن طريق السوفت وير فقط عن طريق الهارد وير وعملية أي عملية إرسال واستقبال حتى لا إرسال بس لازم تتم بموافقة منك فيزيائية يعني لازم تضغط الأزرار لحتى توافق أنك أنت تأرسل شيء من هذه المحفظة فاللي ما عنده أكسس على هذه المحفظة والبرايفت كي اللي إليك مع بعض ما بيقدر أنه يسحب شيء منه طبعا ما تخافوا إذا ضيعتوا الفلاش لأنه نانو عاملين خطة لهذا الموضوع في 24 كلمة بتكون كاتبا على ورقة وليهن الريكوفر يلا إليك إذا عندك ياهون لهيدون الكلمات فكت تسترجع لو حتى ضاع الفلاش فكت تسترجعوا على واحدة ثاني إذا دائما في خطط لإسترجاع الديتا أو بالأحلى العملة اللي مقلبوا إذا أنت متبع الخطوات صح إذا كان لأخذوني فرجيكم كيف تمشوا بالخطوات الأساسية لحتى تعملوا المحفظة عليه تأنشؤوها وتستخدموها حسنا بعد ما دخلت البين كود اللي إليك سواء 4 أو 8 أرقام الخطوة الثانية يطلب منك تسجل الكلمات كما تعييت الإسترجاع الريكافوري فريزز على هيدون كتير مهمين هوا ندخلونا نركز هيدون الكلمات لجوا أننا بيولد كلمات عشوائية 24 كلمة من أصل 2048 كلمة بشكل عشوائي كل مرة والكلمات مرتبين وبيطلب منك تسجلنا على ورقة هو أصلا بيكون أعطيك ورقة هيده الشيط محطوطين بالأرقام وبيطلب منك تسجلوا بيطلع عندك أول اسم تكتبه أنت على الورقة ثاني اسم وهكذا بظل تمشي باليمين باليمين فبتسجلوا كلهم بس تسجلوا تكون خلصت بدوا يتأكد أنك أنت سجلتهم بشكل صح فبيعمل مثل اختبار بسيط لإلك بيقلك إنه الكلمة اللي هي رقم 12 ترتيبة 12 شو هي؟ فأنت بتدور وتشوفت شو سجلت مثلا ترتيبة 12 هي وورد؟ لا هي مثلا جلاد؟ لا بوزيشن وهكذا لا حتى تتلاقي تضغط الثنين وقتا بتابعه وهيك بتكون عملت أول مرة لنانو اس لإلك خلينا نفترض أنك أنت ضيعت النانو اس لإلك أو انسرق منك فأنت كيف تكتسترجع كل العمل الموجودة بقلبه؟ بتوسع نانو اس ثاني بيجي لعندك وبدأ نفس العملية بالبداية بس ما بيقل لك بدك تعمله configure as a new device يعني بدك استخدمه كجهاز جديد بتقله لا يعني تضغط X بتقله لا فهو شو بيعمل؟ بيطلب منك تعمل restore configuration بتقله ايه؟ بتحط على الصح وهون بيطلب منك تدخيل pin code لإلك 4 و 8 أرقام وبعدين بدك تدخيل الـ 24 كلمة اللي سجلتن على ورقة تمام؟ هاي الكلمات تدخلن حرف حرف هاي عقوبتك لأنه ضيعته بتنقي كم كلمة بدك تسترجع؟ فيك تنقي أقل من 24 كلمة فيك تنقي 12 كلمة بيطلب منك تدخل أول حرف من أول كلمة فبتنقل بين الأحرف كل اللي تنقيه يوحده فهو بيساعدك بيكمل لك الكلمة إذا كانت فريدة بالنوعه وهيك بتكون استعدت الفلاش اللي إليك وما راح عليك شي أبدا هلا كيف بتبعت عملي على Legion Nano وكيف بتبعت منه عملي قبل ما تبعت العملي لازم تنزل المحافظ المطلوبة هلا لتنزل المحافظ المطلوبة أول شي يجبك أنك شغلتين عندك لجوجل كروم البراوزر على كومبيوتراك وتروح على موقع الشركة حاطوا باللينك تحت بتروح على الأبس بالأبس بتنزل تحت وبتلاقي عندك المحافظ الموجودين مبدئيا في عندك محافظة البيتكوين والالتكوين ووحدة خاصة للإثيريوم ووحدة خاصة للريبل لتنزل المحافظة لازم تنزل لجر ماناجر لجر ماناجر يحتوي على كل أنواع العملات تقريبا يعني اللي منفصلة عن الالتكوينز تمام تعينيثي فمبدئيا بتنزل لوحدة ورا وحدة وبعدين بتوصل للليجر بالطريقة التالية أول شيء البيتكوين ما بتعمل بتفتح الابليكيشن تبع البيتكوين اللي نزلته على الكروم بتكون وصلت اللجر لإلك بدخلت البيتكوين تمام وبعدين بتنقي محافظة البيتكوين بتنقي شو البيتكوين في عندك بقلبة لح تشوف بيتكوين لح تشوف إثيريوم بتنقي البيتكوين بتضغط الزرة مع بعض بتقوم تفتح عندك المحافظة مباشرة لحالة بدون ما تدخل شيء إذن هو بشيك لحاله من الموصول مع الهاردور بشكل صح وبيفتح عندك بحفظتك الخاصة من قلب المحافظة بصير موضوع سهل بقى لإرسال والاستقبال من زر send بتبعت مثل كانك عم تبعت من أي محافظة عادي وبالreceive كمان كانك عم تستقبل من أي محافظة بشكل عادي وهون بكون عندك سجيل لك كل الترانزاكشن صارت على هيدا العنوان اللي إليك مخزنين وموجودين طبعا في نقطة هون لما عم تبعت بتعمل send فيك تتحكم بكذا عنصر فيك تتحكم بكذا عنصر فيك تتحكم بقديش الفيز اللي تدفعها ففي عنده ثلاثة options بيكون يا أما high fees تدفعها رسومة عالية بتوصل بسرعة يا أما standard التركة طبيعية low fees إذا ما بهمك مدة الوصول أوكي لحظة طلب تضغط send فورا بيسألك على الهاردوير مثل ما حكينا بيسألك إنك تأكد عملية الإرسال وهذه النقطة السيكوريتي القوية فيه ما فيك تبعت شيء بدون ما تأكد بشكل هاردوير فأنت بتضغط yes أو لا بتوافق عامية الإرسال أو لا بتوافق عامية الإرسال بيعرض لك شو الكمية التي تنبعت وكل شيء وبعدين بيتم الإرسال بشكل سني الآثيريوم والريبل نفس الشيء تماما دعيني نفرح لكم كيف تنزلوا بقية العملات أول خطوة بتعملها أنك تذهب بتنزل ال Ledger Manager تماما تنزلوا ك أب ما حكينا بينزل على كروم بس ينزل لح يفتح عندك طبعا بس توصل ال Ledger بيفتح عندك هاي القائمة طبعا فيها أكثر من هاي تنزل سكرول وهون بتشوف شو العمل اللي بدك تضيفها وبتضغط بالزر بتنزل عندك أيقونة بالبلجر أوكي هلو لننتبه لموضوع ما كل العملات بتفتح على محفظة الأساسية بتاعتهم يعني بتاعت إن ال Bitcoins & Alts هي المحفظة الأساسية اللي بتفتح أغلبيتهم بس بقيت العملات فيه كتير عملات ما بدك تنزلها محفظة خاصة مثلا نيو نيو أنا اضطريت أني روح نزل محفظة نيو خاصة اللي هي النيون و بقلب المحفظة تكون أحدث لأنه هن بيدعموا ال Ledger Nano اوكي فعلا هنا أغلبية المحافظة بالعالم تدعم ال Ledger Nano S لأنه هو أشهر هارد وير والت موجود ومن أرقاهم الحقيقة الشركة عم تشتغل بشكل كتير كتير قوي عم يطوروا فيه بشكل كتير منيح وعم يضيفوا عملات دايما عم يعملوا هلأ حتى شراكات مع انتل لحتى يحطوا بقلب ال CPU من اللي بتعرفوا انتل الشركة بتصنع شبست تاعت ال CPU لحي تحطوا هارد وير والت بقلب ال CPU لابتوبات المستقبلة تكون أردي فيها والت هارد وير انكريبتد جاهزة فالجماعة عندهم مشاريع كتير قوية من ناحية السعر هو أرخص هارد وير والت بكفاءة عالية في منافس واحد هو هو تريزور متل ما شاهدين هون الليتجر نانو يوقف سبعين يورو أنا عندي السعر باليورو مع الشحن بيجي كمان شيء خمسة عشر فبيوقف شيء خمسة وثمانين يورو تقريبا يعني تسعين دولار بهالحدود بينما التريزور بالمئة وثلاثين دولار أو مئة واربعين دولار وطالع كلمة أخيرة شباب العملات الرقمية هي هون تبقى عندما صرت المسؤول عن عملتك وليس البنك فتعلم كيف تحافظ على عملتك لازم تتعلم كيف تحميه لازم تتعلم كيف تخزنه لازم تتعلم كيف طريق المسلى للتعامل معه وهذا الحل هو حل أنا برأيي كل شخص لازم يمرؤ بهاي التجربة أنه يتعامل معه ويعرف كيف يخزن عليه ويشيل منه لأنه هذا البنك تبعك يصير بمستقبل كلمة على أبكر تعلمت عليه كلمة بتوفر على حالك أخطاء وضياعات بهذا الطريق أتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ويريد تشايروه لأكبر عدد من الأشخاص لحتى يستفيدوا منه لأنه هذا موضوع مهم لحضيف هذا الفيديو لسلسلة الدورة الأساسية لحتى الكلية يتعلموا لحي نضافه على الموقع للدورة المجانية وعلى اليوتيوب وإذا حبّرتوا هذا المحتوى أعطونا لايك وبشوفكم فيديو تاني بمعلومات مهمة كمان السلام